لدكتور حاتم انا لفت لنظري جدا من امبارح او من اول امبارح من ساعة ما بدأنا او يعني ينشر كلام حول هذه المرافعة اللي هتقوم بها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة ياسمين موسى امام المحكمة انه مصر هتاخد او واخدأ خط هو الطعن في شرعية هذا الكيان من بدايته لانها طعنت في شرعية وجوده على الاراضي الفلسطينية وازن انه دي اول مرة حد يقوم بهذا الطعن قانونيا امام محفل دولي وامام هذه المحكمة وهي اعلى المحاكمة الدولية في العالم نتيجة ده ممكن تبقى ايه طيب حزيها عين الحقيقة بس دعني ان انا اجيب على سؤال حضرتك المكنة او سلطة الجمعية العامة كاحد الاجهزة الرئيسية للامر المتحدة في استطلاع او في طلب المشهورة والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولي احنا محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة لها اختصاصا اختصاص قضائي واختصاص استشاري اختصاص قضائي فضل منازعات بين الدول اختصاص استشاري عندما يطلب منها المشهورة من احد الاجهزة الرئيسية او الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة عن جانب اخر جنوب افريقيا ده قصة تاني قضية اللي بدأ بالاضافة الى قضية اخرى هذه قضية اخرى فجميع العامة كاحد اجهزة الامم المتحدة عندما تطلب المشهورة من محكمة العدل الدولية فهو ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية وطلب مشروع ويتسم بالشرعية الدولية فلا غبار عليه ولا يكون بمكنة احد ان يضحض هذا السند القانوني وهذه الحجة القانونية على الاطلاق ده رقم اول واحد النقطة التانية فيما يتعلق بمضمون المذكرة او مضمون المرافعة الشفاهية النهاردة لوزارة الخارجية ولا اريد ان احصرها في مستشارة اليسمين موسى التي ابدعت بالفعل لكن لا نبخف حق الدبلوماسية المصرية كاملة والفريق القانوني وكل من شرك وساهم في هذا الانجاز الذي اسميه واصفه بالتاريخي تمام شرعية الاسرائيل دولة محتلة تمام فمنذ نشأتها وهي سلطة احتلال بمعنى ان ما يسمى او ما تدعيه من مكنة او حق الدفاع الشارعي هو مقرر للفلسطينيين وليس مقرر لسلطة الاحتلال ده رقم واحد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو حق شرعي دولي مصهون مضمون بمثاق الامم المتحدة وكافة الاتفاقيات الدولية وبالأخص المادة 21 من مثاق الامم المتحدة حق السلطة او المقاومة الفلسطينية ايا كان الفصيل في المقاومة المسلحة ليس فقط مقاومة سياسية والمقاومة المسلحة مصون ومضمون وفقا لأحكام القانون الدولي وبالأخص قانون لهاي 1907 وتفاقيات لهاي زي ما بنسميها 1907 حمل السلاح مشروع نجي بقى نقطة اسرائيل بتحاول تروج لها من وقت لآخر أن اسرائيل هي الضحية وأنها في حالة دفاع عن النفس وده غالبا يبقى نص الكلمة بتاعة دكرة غالبا الدفاع عن النفس وحق الدفاع الشرعي مشروط بشرطين أساسيين الشرط الأول حالة ضرورة الشرط الثاني تناسب رد الفعل مع الضرورة أو مع المعتدى أو الفعل القائم بالاعتداء وما إلى ذلك فبالتطبيق شروط الاعتداء لحق الدفاع الشرعي على ما تقوم به إسرائيل هذا يجانب وينافي ويخالف حق الدفاع الشرعي الفلسطينيون هم هم أصحاب الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس ما بال حضرتك بقى إن حق الشعب الفلسطيني أي أن كان المكون هو حقه في مقاومة الاحتلال حق مشروع لأن إسرائيل سلطة احتلال نضيف إلى ذلك أن إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال القانون الدولي بيلزمها بضمان أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين وأموالهم وممتلكتهم وأعراضهم وكل وما إلى ذلك وهذا ما يكرهه القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني اللي هو في وقت النزاعات المسلحة لعيان المدنية والأطفال والنساء والجرحة وكل كلام الإسرائيل بتعمل عكسه وتنتهج ما يخالفه فلذلك أعتقد لذلك أنا بدأت مداخلتي إن إسرائيل لو علمت ما أعدى لها من قبل مصر لا تراجعت عما تفعله من قبل مصر